اللهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حبايب قلب وغبركم عاملين يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة بإذن الله كده بسم الله مشو الله اللهم بارك ده البط طبعا اللي كان طالع الدفعة اللي قبل الأخيرة مشو الله ربنا يبارك اللهم بارك يا رب طبعا زي ما حضراتكم شايفين أنا بأكل هنا أول 40 يوم على فبادي 23% وبعد كده ببدأ أن أنا أأكل عجرة علىها نسبة علف بسيطة للبط بتاعي زي ما قلتلكو إحنا بنعمل دورة البط كلها وبنكلفها كلها بنسبة بسيطة جدا من العلف ومشو الله بنتلاقي أحجام وأوزان كمان مشو الله اللهم بارك عاوز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي القناة يا ريت تنزي تشتركي فيها وتفعل الجراز وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير عاوز أليك كتيرة جدا 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 يا بنات علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يشوف الفيديو ويستفيد طبعا زي ما أنتوا شايفين أنا هنا حبيت أن أنا أصول لكم لإني جات لأسئلة كتيرة جدا عن خلطات البط البط مش راضي ياكل البط مهوش راضي كل ما يحط له خلطات مهوش قادر أن هو ياكل أو مش راضي أن هو ياكل رافض خالص الخلطات طيب هنعمل إيه؟ قلت لكم البداية حاولوا بقدر الإمكان من بعد الأصبعين أو من بعد مثلا أو من بعد الأصبعين تبدأوا أن أنتوا تخلطوا بس بنسبة من العلف علشان البط يأكل معاك وفي نفس الوقت برضو يبقى واكل نسبة من العلف وده طبعا شيء مهم جدا 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 أول شهرين علشان خاطر البط يقفل معاك ريش وما يحصلوش أي مضاعفات تحصل له زي الافتراس أو يحصل له مثلا تساقط في الريش إحنا يعني مبنيجن رب البط بالذات يا جماعة بالذات المسكوفي بيبقى فيه نسبة افتراس وتساقط في الريش فإحنا لازم ناخد بالنا جدا 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 من الموضوع دوت علشان البط ما يساقطش معانا ريش وفي نفس الوقت برضو يفضل البط زي ما هو ما شو الله ربنا يبارك كده محافظ على الوزن بتاعه ما يبقاش هيكل على الفاضي إن برضو من ضمن التعليقات اللي جات لي البط شكله هيكل على الفاضي ما فيش في لحم خالص يعني عدم كرة على الفاضي ما يدي منظر إن هو كبير لكن البط لما بنيك نشيله وبنيك لقيه خف الريش طيب هنعمل إيه في الموضوع دوت وإزاي إن احنا نتقل معانا البط وفي نفس الوقت برضو إزاي إن احنا نخل البط يتعود على الخلطات مع العلف أنا يا جماعة بقول لكم خلطات مع العلف مش خلطات بدون علف علشان بس فيه بيجي لأسئلة كتير تجي تدخل تقول يا مشاهد انت قلت أكل يوم أكل فترة معينة علف أيو أنا قلت أكله المقدر إن هو يقدر يأكل لمدة 40 يوم علف 23% مفيش أي مشكلة حاول بقدر الإمكان إن انت تأكل حتى أربعين يوم مش مشكلة البط بيشيل معاك وزن جامج جدا 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 وديت عن تجربة أنا مش بقول لكم كلامه خلاص لأنا بقول لكم حاجات أنا كنت مجرباها اللي خليك تأكل خمسة وعشرين يوم علف سمسم ناعم لا خليها أربعين يوم وبعد كده بدأي خلطي له على العلف أي حاجة أنت هتخلطها له البط هياكل معاك وهيشبع دي يا جماعة العجيرة اللي الناس كلها بتسأل عليها اسمها عجيرة تمام؟ دي جميلة جدا 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 للبط ومغزية دي بمعبارة عن رجيع الرز اللي هو الكشور بتاعت الرز ونسبة درة وعليها كسر الرز زي ما حضراتكم شايفين سهلة جدا جدا مفيش فيها أي حاجة في ناس من الصعيد كلموني وقالوا للمشاهد احنا مناش لقينا هي موجودة عندك او في الأماكن اللي فعل فلاحين يا جماعة عادية ملهاش مكان يعني ما مش شرط فلاحين او غير فلاحين لأ هي موجودة يا جماعة طبعا المحافظات كلها بيأكلوا رز موجودة في الصعيد يعني انتوا في الصعيد اكيد في عندك رز بتاكلوا رز هتلاقي القسر بتاع الرز ده موجود والدرة هتلاقيها موجودة والراجع بتاع الرز برضو هتلاقيه موجود يعني كل حاجة هتلاقيها ما شاء الله موجودة بس طبعا انت بس محتاجة ان انت تدور كويس هتلاقيها موجودة ان شاء الله هنا طبعا انا بطبخ لهم كده بحط عليها نسبة من السمك والزغير خالص تمام و بقى حط لهم ياكلوا تمام كده طبعا في ناس كتيرة جدا قالت للسمك بيعمل زهامة او بيخلي بيزفر الطعم بتاع البط لأ طول عمرنا بنأكل العجيارة او بنأكل البط سمك مفيش فيه اي راحة زفارة خالص 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 هيبقى في راحة زفارة امتى لو انت اديت له حاجات يعني اديت له حاجات فيها 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 نسبة زفارة عالية انت هنا مش بتأكلها على طول سمك يعني انا هنا بحط مثلا مرة او مرتين في الاسبوع وساعات كل اسبعين لما بأكلوا آآ اكلة زي ديت كده يعني احط له فيها تصفير السمك و حاجات مندي فانت طبعا مش كل يوم هتحطي له تمام كده بالنسبة بقي للسمك السمك مهم جدا 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 يعني دي من الحاجات برضو اللي بتخلي البط معاك اصلا نشيل معاك وزن غير كده كمال العيش يا جماعة أنا جات لأسئلة كترة جدا العيش المبلول بيعمل ددان بيعمل ددان ازاي أنا ما نش فاهمه طول عمرنا بنرب بط على العيش عمرنا في حياتنا لا شفنا في معدة البط ددان ولا شفنا اي حاجة من دخالص يعني سبحان الله أنا بيجي لأسئلة غريبة جدا ما عرفش بتتقالي ازاي اصلا وبتتعمل ازاي والله العظيم ما أنا فاهمه لكن احنا من رب ازاي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله دورات البط كلها بتنزل على القناة كل حاجة بنزلها لكم بوصفات قليلة جدا وبنسبة اعلاف بسيطة جدا جدا تقدر ان انت تشتغل بيها وتقدر ان انت تعليف بيها الطيور بتاعتك حتى لو انت هتعليف مجموعة قليلة من الطيور هتوفر عليك كتير جدا حتى لو انت حاب ان انت تعمله مشروع بصراحة انصحك لو انت هتحق ان انت هتشتغل بمشروع او ان انت عامله كمشروع يبقى كله على صافي علشان تقدر ان ان انت بعد شهرين او بعد 3 شهور تقدر ان ان انت ربنا يرزقك منه وتقدر ان ان تتبيع منه طبعا مش كل الناس بيتبيع منه على الشهرين او 3 شهور فيه بيخليه 4 شهور وفيه ناس بتتم دورته كلها على بعدها 4 شهور ونص وفيه اقل كمان من الشهرين او شهرين في تامام الشهرين الـ 80 يوم او الـ 90 يوم يبدأ ان هم يبيع منه شكرا